ده كان حال آلاف الأسر في المناطق الخطرة غير الآمنة اللي ما فيهاش أي مظهر من مظاهر الحياة الأدمية الأطفال دول ولدنا من حقهم يعيشوا حياة أفضل في مكان يشوفوا فيه مستقبلهم ويحلموا ويحققوا أحلامهم المناطق الخطرة غير الآمنة أزمة كبيرة ومنتشرة في كل محافظات مصر مناطق محتاجة الإيد تتمدل حكومة وشعب محتاجة إرادة بجد العشويات اللي بنحلها دي حل ما نحلمت من 30-40 سنة قلت اللي يمكن بقى فيه ناس تبقى مرمية في الشوارع كده ونسكت ولما جدت الفرصة وبيت في مكاني ده جريت على حل وربنا مكني فجر جديد بتشرق شمسه على كل مصر وأمل جديد بنرسمه للأجيال اللي جاية عشان يعيشوا حياة أجمل وأحلى مشاريع الإسكان بتغير حياة ملايين المصريين وبيتوفر فيه كل احتياجاتهم عشان يعيشوا حياة كلها أمان 30 يوم حلم بيتحقق